نظراً لقلة عدد المدارس وارتفاع أجور الدروس الخصوصية أقام فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري دورات تعليمية مجانية لطلاب المدارس في مقر المنظمة بمدينة القامشلي المشروع تضمن دورات لعدة مراحل انتقالية وبعض الصفوف التأسيسية المهمة لتقديم احتياجاتهم التدريسية وتعويضهم ما فقدوه في ظروف الحرب التي مروا بها طبيعة الخدمات التي تقدم بالمركز المجتمعي بالقامشلي هي عبارة عن أنشطة موجهة تتضمن برنامج المرونة عند الأطفال وجلسات مقدمين رعاية البالغين ومهارات الحياة لليافعين وكذلك الأمر استهدافنا أنشطة غير موجهة تتضمن أنشطة إبداعية وأنشطة ترفيهية كذلك الأمر يقدم أنشطة التعليم الرسمي لمقهى حل الوظائف بالنسبة للصف من الأول إلى الثامن كذلك الأمر في دورات تعليمية للصف التاسع والبكالوريا كذلك الأمر يقدم المركز خدمة جديدة وهي عبارة عن مبادرات مجتمعية تتضمن تقديم الدعم والخدمات للمرافق التي بحاجة إلى تأهيل كذلك الأمر يقدم المركز جلسات توعية خاصة بقضايا الحماية وهي عبارة عن العمالة الزواج المبكر التسرب من المدرسة والعنف والتمييز والتنمر وكذلك الأمر يتضمن جلسات توعية خاصة بوباء كورونا وجلسات توعية خاصة بمخلفات الأزمة كذلك الأمر يقدم المركز أنشطة دمج لذوي الاحتياجات الخاصة تتضمن أنشطة ترفيهية وأنشطة إبداعية خطوات جاءت لتؤكد استمرار مسيرة العلم والعمل والمستقبل الذي يبنى بسواعد أبناء سوريا